اشتركوا في القناة في حين ان الحيوانات العاشبة تستخدم مخالبها للدفاع عن النفس والحفر وتسلق الاشجار ومعنا في هذا الفيديو اغرب عشرة حيوانات لديها اطول مخالب في منلكة الحيوانات وشاهدوا رقم واحد في نهاية الفيديو فهو الافضل دائما ولكن اولا وفضلا لا تنسوا دعمنا باعجاب وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة ونبدأ على بركة الله رقم عشر الارمديلو العملاق الارمديلو العملاق هو اكبر الانواع الحية من الارمديلو بالرغم من ان اقاربها المنقرضة المسمات بلايبط دونتيس كانت اكبر بكثير وتعيش الارمديلو في امريكا الجنوبية وتتراوح جنوبا حتى شمال الارجنتين وتمتلك هذه المدرعة حوالي ثمانين الى مئة من الاسنان وهي اكثر من اي حيوان ثديي اخر كما انها تمتلك مخالب امامية طويلة للغاية بما في ذلك مخلب ثالث على شكل منبل يصل طوله الى اثنين وعشرين سنتيمترا وهي الاكبر نسبيا من اي حيوان ثديي حي وتستخدم هذه الانواع الاكلة للحشرات بشكل عام من مخالبها للحفر في سطح الارض وانشاء الجحور حيث تساعدهم هذه الجحور على حماية انفسهم من الحيوانات المفترسة والصيادين ويستخدمون مخالبهم الامامية بحثا عن الفريسة وفتح اكوى من نمل الابيض حيث يتكون نظامهم الغذائي بشكل اساسي من النمل الابيض والديدان والعناكب رقم 9 مخالب الاسد ومثل معظم القطط والسنوريات تمتلك الاسود مخالب قابلة للسحب يمكن ان تمتد من فروها عند الهجوم على الفرائس او الدفاع او القبض والشيء الذي يجعل مخالب الاسد مخيفة هو عدد المخالب التي يبلغ عددها 18 مخلب ويتم تحريكها باكثر من 140 كيلوغراما من العضلات القوية وسرعة الضرب او الصفع ونظرا لان مخالب الاسود قابلة للسحب فان المشي على ارض وعرة لن يضعف او يمزق او يفسد حدتهم على الاطلاق بالاضافة الى ان الاسود ايضا تحد مخالبها عن طريق خدش الاشجار لابقائها مدببة جدا والخطيرة عند الصيد وهي ميزة اساسية للاسود حيث تتمثل الوظيفة الرئيسية لمخالب الاسد في انتزاع الفريسة وغرسها في جلد الفريسة فور ملامستها وهذا هو السبب في ان الاسود تجد انه من السهل جدا الانساك بفريستها الكسلانيات هي رطبة من الحيوانات الثدية ذات الشعر الكسلان يعيش عادة على الاشجار حيث يتعلق على اخصان الاشجار بشكل مقلوب بواسطة مخالبه القوية ويقطط على الحشرات والنباتات كما ان الكسلان يجيد السباحة ويدافع عن نفسه بمخالبه الحادة والمعقوفة بكل شراسة عند تعرضه لأي اعتداء موطنه الاصلي امريكا الوسطى وهذه الانواع ذات الاصابع الثلاثة هي من بين الحيوانات ذات المخالب الطويلة فالكسلانات لها مخالب طويلة منحنية وحادة تصل الى اكثر من عشرة سنتيمترات وتعيش هذه الحيوانات على الاشجار ويستخدمون ايضا مخالبهم الطويلة لسحب انفسهم على الارض رقم 7 اكل النمل العملاق اكل النمل العملاق والمعروف ايضا باسم دب النمل هو حيوان ثديي اكل للحشرات موطنه امريكا الوسطى والجنوبية اكل النمل العملاق هو الاكبر في عائلته ويبلغ طوله من 180 الى 220 سنتيمترا ويتراوح وزنه من 33 الى 50 كيلوغراما ويمكن التعرف عليه من خلال خطمه الممدود وذيله الكثيف ومخالبه الطويلة الامامية ويتغذى بشكل اساسي على النمل باستخدام مخالبه الامامية ولسانه الطويل وهذه الانواع التي ليس لها اسنان ولها مخالب يمكن ان يصل طولها الى 16 سنتيمترا وهذا يجعلها ثاني اطول مخالب حيوان في المملكة الحيوانية ويستخدمون مخالبهم لحفر سطح الارض وتمزيق اعشاش النمل الابيض وتعتبر اكلات النمل مخلوقات قوية ومقاتلات شرسة وتستخدم مخالبها للبقاء على قيد الحياة والدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة عند مهاجمتها رقم 6 مخالب الكاسوري الشبنم او الكاسوري هو طائر ضخم لا يطير ويعتبر ثاني اكبر طائر في العالم بعد النعام ويبلغ وزنه ما يقرب من 60 كيلوغراما وفي بعض الاحيان قد يصبح اطول من الانسان البالغ ويمتلك الكاسوري مخالب قوية في كل قدم يبلغ طول اطولها 13 سنتيمترا وتعتبر طيور الكاسوري اخطر طيور العالم حيث انها تقدر على توجيه ضربات قاتلة مباشرة وهو طائر عدواني لدرجة شديدة ومتقلب المزاج جدا خصوصا اذا شعر بانه محاصر او لو كان مجروحا وهذه الانواع ذات الاصابع الثلاثة لها اطول مخالب في منلكة الطيور فكل اصابع القدم الثلاثة لديها مخلب يشبه الخنبر العقاب الخطافي العقاب المخادع او الخطافي هو طائر جارح يستوطن في الامريكتين وهو من اشهرها في قارته ويعد من اضخم انواع العقبان وهو اقوى انواع الطيور الجارحة في العالم وهو طائر كبير ويعد من الطيور المفترسة القوية ويزن اكثر من 9 كيلوغرام ويصل ارتفاعه الى 90 سنتيمترا ويستطيع حملة فريسة تماثل وزن جسمه او تزيد ويصل طول جناحيه عند بسطهما الى مترين وهما مقوسان الحافة ليتمكن من المناورة بين الاشجار الكثيفة ومخالبه بطول مخالب الدب الرمادي اي انها تزيد عن 10 سنتيمترات وهي المخالب الاطول بين كل انواع العقبان وهو يقوم بالاطباق على فريسته باقدامه بقوة تساوي ثلاثة اضعاف عضة الكلاب الالمانية الدب الاشيب الدب الرمادي او الاشيب هو سلالة من نوع الدب البني وينتشر في المرتفعة الغربية لامريكا الشمالية ويعتبر الخبراء ان الدببة الرمادية اكثر عدوانية خلافا للدببة السوداء فهي تهرب او تتسلق الاشجار عند ملاقات البشر ولكن العكس يحدث مع الدببة البنية فهي تواجه الواقع بلقوف على رجليها ودرء مهاجمها وهذه الحيوانات الضخمة لها مخالب طويلة وقوية تعمل كادات لجميع الاغراض ويمكن ان يصل طول مخالبها الى اكثر من 10 سنتيمترات وهي مخالب طويلة ومستقيمة وبارعة وقادرة على التعامل مع الاشياء الصغيرة وتستخدم الدببة الرمادية ايضا مخالبها للدفاع عن نفسها والقتال مع الدببة والحيوانات الاخرى الولفرين الولفرين او الشره او اللقام هو اكبر الانواع التي تعيش على اليابسة ضمن فصيلة العرسيات وهو حيوان قصير قوي منتلئ الجسم من اكلات اللحوم وهو اكثر شبها بالدب الصغير عن العرسيات الاخرى ويشتهر الولفرين بالوحشية والقوة غير المتناسبة مع حجمه ويتميز بقدرة موثقة على قتل فريسة يبلغ حجمها اضعاف حجمه ويبلغ طول الولفرين عادة ما يصل لاكثر من متر ووزنه في المتوسط 25 كيلوغرام الولفرين لديه بالفعل مخالب طويلة وقوية يستخدمونها للقبض على فرائسهم او الدفاع عن انفسهم وتستخدم الولفرينات ايضا مخالبها للتسلق والحفر ايضا عندما يتعلق الامر بالحياة اليومية النعامة هي نوع من الطيور الكبيرة التي لا يمكنها الطيران موطنها الاصلي افريقيا والشرق الاوسط الا انها تعرضت خلال العصور لعمليات صيد جائر وتزن ذكور النعام حوالي 150 كيلوغرام ويبلغ ارتفاعها حوالي 2.5 متر ويتميز النعام بقوة ساقيه المذهلة حيث يستطيع العدوى بسرعة تصل الى 50 كيلو مترا في الساعة والنعام هو الطائر الوحيد الذي له اصبعان فقط في كل قدم واحد اصابع القدم اكبر بكثير من الاخر ويميل بمخلب يصل طوله الى 10 سنتيمترات ويمكن لارجل النعام القوية والقدمين ذات الاصابع ان تقدم ركلات مميتة لقد وصلنا الى الافضل مع قناة صحي عقلك ونتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا فتأكدوا من الاشتراك والاعجاب للخصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة ونحن في انتظار ملاحظاتكم وارائكم في التعليقات تشجيعا لنا لنستمر في انشاء المزيد من هذه الفيديوهات رقم واحد اكتري جينوسوس لقد وصلنا الى صاحب اطول مخالب على الاطلاق بين الحيوانات في كل العصور حيث ان التريزينوسوس والمعروف ايضا باسم سحلية المنجل وهو احد انواع الديناصورات المنقرضة وقد انقرض منذ اكثر من 75 مليون عام واستخدم هذا الديناصور الباله وزنه 5 اطنان مخالبه الطويلة بشكل رئيسي لجمع النباتات وكان لدى التريزينوسوس مخالبا يمكن ان يصل طولها الى 90 سنتيمترا وهو ما يقرب من 5 اضعاف حجم مخالب الارماديلو العملاء ويعتقد بعض الخبراء ان التريزينوسورات كانت من الزواحف العاشبة كما يعتقد اخرون انها كانت من اللواحم وكان التريزينوسوس يمتلك مخالب بارزة وحدة في ارجلهم الامامية واستخدم التريزينوسوس مخالبه الطويلة ايضا للدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة ويعتقد انها كان لها اثرا بارزا لاخافة المفترسات القوية شكرا لكم اعزائي على المشاهدة تحية طيبة لكم جميعا ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير باذن الله في امان الله ورعايته اشتركوا في القناة